السلام عليكم على مسألة القوات الأمنية العراقية البطلة وما تقوم به في مواجهة الإرهابيين وقدم تهنئة لقواتنا الأمنية على أعمالها وملاحقاتها للإرهابيين وإنجازها في الحقيقة وآخرها القضاء على المدعو والي الأنبار وفضلا عن إلقاء القبض على العشرات من الإرهابيين الذين يهددون أمن بلدنا هذه الكلمة كانت مهمة في الحقيقة لكي تواجه الحكومة بعزم أكبر التهديدات الإرهابية للعراقيين وأيضا المؤسسات الحكومية جميعا الوزارات والوزراء يقومون بأعمالهم لعض هذه المواجهة مع الإرهابيين كل بحسب تخصصه وأعماله شكر سيد رئيس مجلس الوزراء الحكومة الوزراء جميعا على تحملهم المسؤولية الاستثنائية منذ سنتين في بلدنا هذه الحكومة جاءت على أثر احتجاجات وعلى أثر وضع استثنائي تحملت فيه مسؤوليات كبيرة للنهوض بالعراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والوزراء كل بحسب تخصصه قام بواجبه واليوم كان هناك حديث في هذا الموضوع وكانت هناك توصية بأن نواصل العمل حتى آخر لحظة كما هو معتاد في كل مجلس وزراء الوضع السياسي والظروف الحارجة التي يمر بها بلدنا تقتضي منا مزيدا من العمل الجاد وأن نكون متوحدين في مواجهة الظروف الصعبة لكي نقدم الخدمات للعراقيين في مشاريع كثيرة أنجزة آخرها كان هناك حديث عن المدارس مشروع بناء المدارس ضمن الاتفاقية الصينية وهذا حدث مهم في الحقيقة بناء ألفين مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الصينية هي بوادر على عمل هذه الاتفاقية وعلى جدية الحكومة في استثمار هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات للشعب العراقي مشروع المدارس هذا وضع حجره الأساس وحقيقة شرعنا فيه منذ مدة وهناك عمل على مئات المدارس التي تبنى الآن من جانب آخر كان هناك كلام عن سياسات العراق الخارجية وعلى النجاحات التي حققتها هذه الحكومة في الانفتاح على بلدان الجوار الإقليمي وما أنجزته في هذا العام والعام الذي قبله خاصة عام 2021 الذي أطلقنا عليه اسم عام الدبلوماسية الظروف الآن مواتية والعراق يحظى بمقبولية كبيرة وباحترام كبير وسط جيرانه هذا ما مكن أيضا وهذا عام الأساس مكن الحكومة من إنجاز برامجها ومن توفير الشراكات الاقتصادية التي تنتهي في المطاف الأخير في خدمة العراقيين كانت هناك أيضا استضافة للأستاذ عد الكريم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء التي شرح فيها الظروف الحالية في وزارته وفضلا عن قانون الأمن الغذائي والتنمية الذي وفر الأموال اللازمة لشراء الغاز وتوفير الطاقة الكهربائية كانت هناك جملة من الاحتياجات لوزارة الكهرباء عرضها السيد المكلف بإدارة الوزارة أمام المجلس وقد لبيت هذه الاحتياجات خاصة أن قطاع الكهرباء يحظى من هذه الحكومة بالدعم الكامل وكانت هذه خطوة موفقة هذه الأيام نحو مزيد من دعم قطاع الطاقة وخاصة توفير الطاقة الكهربائية هذه الأيام كما جرت تصويت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة مع دولة أذربيجان وهذا سياق معمول به في هذه الحكومة في كل مرة نوقع مثل هذه الاتفاقيات خدمة لأعمالنا وكان هناك أيضا تصويت وقرار على إتاحة الفرصة للوزارات والجهاد غير المرتبطة بالوزارة في أن تستثمر وتستفيد من الأراضي المخصصة لها لتلبية احتياجاتها من بعض المشيدات التي تحتاجها في إدارة أعمالها النقطة الأخيرة أن هناك تأكيد على أن تستمر هذه الحكومة بعملها حتى آخر لحظة نحن نعلم أن المشهد السياسي يتشكل يوما بعد يوم ضمن مفاوضات القوى السياسية لكن هذه الحكومة في مهماتها في أن تقدم خدمات أساسية للعراقيين ماضية وتعمل حتى آخر لحظة شكرا جزيلا